في خبر جنة منذ سواني وليلا أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الآلي عمل اجتماع مطول النهاردة مع مرس الكورة المديل الفني للنادي الآلي بحضور الكابتن حسام غالي والكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف الاجتماع ده كان فيه شوية كلام عن مستقبل الفريق حال الفريق دلوقتي اجتماع قعد ساعتين مرس الكورة قال تطلعاته أو تمحاته الفترة القادمة طلباته للفترة القادمة تناقش معه الكابتن محمود الخطيب والسادة الحضور عن ما حدث من بعض النتائج المترجعة في الفترة المضاية تحدث مرس الكورة بصراحة شديدة وقال كلام مهم جدا فيما يخص التحديات المقبلة للنادي الآلي ووضع فيها كل تصوراته وتوقعاته وطلباته لهذه المرحلة مرس الكورة هيسافر خلال ساعات إلى بلاده لقضاء أجازة مع أسرته حتى نهاية الأسبوع الحالي وبعدها هيرجع يكمل مع النادي الأهلي مهمته مع الفريق